بسم الله الرحمن الرحيم حبيبي طلب بريد 1 بعد ما تكلمنا في الفيديو اللي فات عن part 1 من lesson 3 و كنا تكلمنا بقى في الجزئية اللي فاتت عن structure بتاع الاتوم تأكيد الاتوم و عرفنا ان هي بتتكون من nucleus و electrons nucleus جواها protons و neutrons و عارفنا كل التفاصيل اللي تهمنا بالنسبة ل protons و neutrons و electrons دلوقتي هنكمل مع بعض و عارفنا طبعا و الاتومت نمبر دلوقتي هنكمل مع بعض اكملة الليسون بتاعنا وهنعرف the movement of electrons around the neutrons و علشان الفكرة تبقى بسيطة معانا ان شاء الله هنشوف مع بعض الفيديو ده احنا دلوقتي هنجل معانا مكونات الاتوم طبعا المركز موجود بسيطة مبارا عن protons و neutrons protons positive charge in neutrons with no charge ادي الالكترانس قدامنا outside the neutrons devolve around it في الدور حواليها it has negative charge طبعا الالكترانس بتدور بسرعة عالية حوالين ال neutrons فهل هي ممكن تسيب ال neutrons و متدورش حواليها و تتحد عنها طبعا ده ما ينفعش ان هو يحصل بسبب ال attraction force اللي موجودة ما بين ال positive protons و negative electrons موسيقى 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 اشتركوا في القناة دلوقتي بيتكلم ان النوتلس وما خواليه منها الشلس او مستويات الطاقة اللي بتدور فيها الإليمكروس كل مستوى طاقة ليه عدد من المكتئات يتشبع طب احنا عندنا كم مستوى طاقة احنا عندنا كم مستوى طاقة كم مستوى طاقة طيب الفكرة ان الكي هو اول مستوى طاقة هو ده دي كم إليكترون يدوروا قدامك هم هم اللي هم يعبره عن كل كم مستوى طاقة يتشبع بجو إليكترونس طيب مستوى طاقة الثاني اللي هو نمبر 2 اللي هو هنا الأبيض هنا اسمه L طب يدورتي كان إليكترون 8 طب مستوى طاقة اللي بعده اللي هو ال M يدورتي اللي بعده ال M اللي هو نمبر 4 مقرر عليك لغاية ال Energy Level اللي هو ال M طيب هنقف هنا تقول حركة الإلكترونات حوالين ال N نمبر 1 الإلكترونس ريفولد ال N سرعلي جدا في عدد من المضارات اللي هنقفون عليها و الإلكترونس الإلكترونات أثناء الحركة لغاية لغاية كأنها إليكترونت في حركتها كأنها أملى سحابة حوالين ال N بعد كده الإلكترونس أربط يعني الإلكترونت بدور حوالين ال N لغاية 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 ال N يعني هي بدور بسرعة عالية تهرب من لغاية لغاية ال Energy Levels دي بقى يا مستر اللي اتكلمنا عنها ووضحناها في الفيديو يقولي أن هي Immersionary Regions يعني مناطق تحيلي يعني هي مش موجودة كده خط أو طريق ومشي في الإلكترونات قدام العلماء لأ ثم حركة الإلكترونات نفسها تتبعوها وقال لك يبقى هنا الطريق اللي ناشي في الإلكترون دوت يبقى Energy Levels فتنقولي أن هي Immersionary Regions أول ما تشبت عريض في Immersionary Regions طرف المدير Energy Levels تقولي أن هي Places أو Orbits مدرات around the nucleus in which the electrons اللي فيها الإلكترون تتحرك Add and Utils في النص أهو قدامك في الصورة أول Energy Levels K L M N O P Q كل Energy Levels من قبل الرقم لرقم زي مخنا شايفين كده ونقبل الرقم ونقبل الرقم هنا قدامك ونقبل الرقم ونقبل الرقم فيه تعريف كمان ل Energy Levels نقول أنها Path of Electrons around the nucleus هي طريق الـ Electrons حوالين In Utils ونقول أن H Energy Level has a certain amount of energy كل مستوى طاقة له كمية معينة مخصوصة لمن الطاقة that increase by increasing the distance ونقبل الرقم يعني كل ما مستوى الطاقة يكون بعيد عن الـ Neutrius يكون الطاقة اللي عنده أفتر يعني أفتر واحد عنده طاقة هو الـ Q لأنه أبعد واحد عن الـ Neutrius وأقل واحد عنده طاقة هو الـ K لأنه أقربهم لا نقبل الرقم فنقبل الرقم The first level K has the least energy while the Q is the highest بعد كده هنتكلم عن أن في إمكانية أن الـ Electrons تنقل من Energy Level وتروح إلى Energy Level ثاني طب إزاي ده بيحصل بيقول The energy of electron depends on the energy of level which revolves in يعني طاقة الـ Electron بتعتمد على مستوى الطاقة اللي هو يعني لو كان الـ Electron بيدور في مستوى الطاقة الـ K طيب بالتالي الطاقة بتاعة الـ Electron مخدودة مش كتير لكن لو كان في الـ L ده الـ Electron ده عمد طاقة أكبر لو كان في الـ M أكبر وهكذا بعد كده لما يكون الـ Electron جود في حالة اكتساب للطاقة وإن ذا Electron Gains Energy الطاقة ده نسميها هنا Quantum وإن ذا وإن ذا وإن ذا وإن ذا وإن ذا وإن ذا لما يكتسب طاقة هل سيب مستوى الطاقة الأساسي بتاعه ويروح لمستوى طاقة جديد كأن جاء له كده ايه عقد عمل أو احتراف أو عزل من شقة شقة راح هنا كانت شقة صغيرة فراح هنا شقة أكبر إذا الـ Electron اللي كانت في الـ K لما اكتسب طاقة وإن تكون طاقة حرارية فاتحرك وراح لشقة أكبر طيب Will transfer from its original level to higher 1 وبنقول The Atom In this case known as Excited Atom الضرة في الحالة نسميها ضرة مثارة يعني Excited Atom من شلال اللي احنا قلناه فيه كلمتين مهمين قوي لازم نعرف معناهم ايه احنا مستر قلنا Quantum وقلنا Excited Atom دولة تعريفين مهمين معنا السنة دي فبنقول ان Quantum هو Amount of energy lost or gained By an electron When it transfers from one energy level to another تقدر تغنيها بساطة وتقول Amount of energy lost or gained طيب ده المفتاح بتاع التعريف بتاعنا طيب نيجي لـ Excited Atom الضرة المفارعة تعريفة بنقول ايه Atom that gains a quantum Atoms that gain a quantum يعني هي ضرة اكتسبت كم من الطاقة طيب بعد كده What happen when The electron gains a quantum of energy لو الالكترون اكتسب كمية من الطاقة ايه اللي يحصل له ايه مستر ده هنا الاتوم هتبقى Excited Atom وهينخلي الـ Energy Level اعلى في الظبط هنقول له كده The atom becomes excited atom And the electrons will transfer to higher energy level والالكترون هتنتقل لمستوى الطاقة أعلى طيب بعد ما التطاقة دي تخلص ايه اللي يحصل للالكترون يرجع للـ original energy level تانيه يرجع لأصله ولـ energy level اللي كان فيه من الاساس يبقى The electron loses a quantum of energy اللي هيحصل The atom returns to the original state الاتوم بترجع للحالة الطبيعية بتاعتها And the electron to original energy level هنا اهو شكل قدامك هنا ده تـ Add Ground State اللي هي يعني The normal state الاتوم في الحالة العادية بتاعتها والاتوم has no energy مفيش فيها طاقة ما اكتسبتش طاقة يعني لما اكتسب الطاقة بدأ بقى الالكترون بدل ما كان هنا في الـ energy level ده خرج وراح لـ energy level أكبر منه وبقت الاتوم بنقول عليها excited atom بعد كده هنتنقل لحاجة مهمة جدا جدا هتكمل معاك في السنين اللي جاية اللي هي electronic distribution او electronic configuration اللي هو التوزيع الالكتروني ايه قصة التوزيع الالكتروني علشان نفهمها ببساطة كده لازم نعرف كل مستوى طاقة بيتشبع بكم الالكترون فبنقول we can calculate the number of electrons in each energy level by the relation 2N power 2 العلماء حددوا عدد الالكتروني اللي بتبقى موجودة في كل energy level او اللي يقدر يستخملها ويسعها الـ energy level من خلال القانون ده 2N power 2 طيب ونحسبها ازاي معنى 2N power 2 يعني 2 by N power 2 يعني 2 ديت هتبقى pi يعني هنا في حالة multiply ايه حالة بردية فبنقول عشان نحسب عدد الالكترونات اللي في مستوى الطاقة الكي هو الكي النمبر بتاعه كام 1 اه ما هي الـ N دي بترمز ل number of energy level الرقم بتاعه كام طيب فهنعود كده عن الـ N برقم مستوى الطاقة فنبص معايا هتطبق القانون 2N power 2 الطول اولانية هنزلت زي ما هي طيب الـ N هنشيلها ونحط ايه بقى هنحط رقم مستوى الطاقة اللي هو 1 اهو power 2 يعني ايه power 2 يا مستر يعني بدرب الرقم ده في نفسه رقم الـ between two brackets اللي انا خططه لك ده هنضربه في نفسه يبقى 1x1 1 طيب وهنا الـ 1x2 كام اه هتديلك between يبقى 2 electros طيب هن نفس الكلام بمستوى الـ L رقمه 2 هنطبق القانون هنعوض عن الـ N بالـ 2 اهو يبقى 2x2 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 يعني هي مستر يعني هنضرب الـ 2 في نفسه 2x2 4 4x2 8 هذه 8 electros طيب الـ M هنعوض عن عن الـ N هنا في القانون رقم 3 يبقى 2 9 9 10 10 10 11 13 13 16 16